شروط متناقضة لأطراف المشاورات في الكويت لم تفضي إلى أي شيء على الرغم من تحديث تصريحات المبعوث الأممي سماعي الولد الشيخ فآخر ما ذكره الرجل أن الوفدان عرض تصورهما للمرحلة المقبلة وأن هناك العديد من النقاط المشتركة لمشاورات بناءة وصفاً الأجواء بالواعدة والإيجابية عمليات الاستحاب وتسليم الأسلحة الثقيلة واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي يحاول المبعوث أن يبدو واقفاً عند نقطة التوازن غير أن المشاورات تراوح مكانها منذ أسبوع ولا جديد في انفراج الأزمة غير مزيد من المواقف المتصلبة لدى جماعة تتقن فن المراوغة في الأروقة السياسية وتستمر في معاركها على الأرض الرئيس هادي الذي يدخل على خط المشاورات من خلال رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالب فيها بالضغط على القوى الإنقلابية للإنخراط الإيجابي في المشاورات كما قال وبدون أي شروط مؤكداً أن الحوار هو المسار الوحيد الذي يضمن استعادة الدولة من أيدي الميليشيا لكن وفق استحقاقات النقاط الخمس الأساسية وبينما يؤكد ناطق الجماعة الإنقلابية أنهم حرصوا على إنجاح المشاورات لكن لا أحداً يدرك كيف وأين ومتى في ظل نسف الجماعة كل مرجعيات الحوار والقفز إلى الخلف إلى ما قبل مؤتمر جينيف الثاني ومحاولة التمسك بتثبيت وقف إطلاق النار الذي أصلاً لم تلتزم به الجماعة الإنقلابية بالإضافة إلى مطالبتهم التوافق على سلطة تنفيذية جديدة بينما تمسكت الحكومة برؤيتها البدء بمشاورات تعزيز الثقة والذي يشمل فك الحصار عن المدن وفتح ممرات آمنة وإطلاق المعتقلين والأسرى والتوقف عن التدخل في مهام الحكومة ترجمة نانسي قنقر